أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة واجر كريب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحام الخرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مثلنا وما آزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تقدبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعان قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجلا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فغرني وإليه ترجعون أتكد من دوني آلية إن يردن الرحمن بدر الله بدر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسنة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلقنا قبلا من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن قل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن آفطهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادق الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فنك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلق المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نهركم فلا صريق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا كرهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفكوا مما لذككم الله قال الذين كبروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون سبحان الذي بيدهم